وحول هذا الموضوع ينضم معي من بغداد مرسلنا جابر جمال أهلا بك جابر من المقرر أن تقام تظاهرات يوم غد أمام البنك المركزي ما هي معلوماتك حول هذا الموضوع تفضل أهلا إيناس هذه التظاهرة تم التحشيد إليها منذ أيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية هذه التظاهرة تم التعبئة لها من قبل الناشطين ومن قبل المواطنين وخاصة المتضررين من ارتفاع سعر صرف الدولار على حساب الدينار العراقي وخاصة بعدما ارتفع بهذا الشكل غير المسبوق حقيقة وصل إلى 167-168 وبعد ذلك انخفض واليوم حتى قبل قليل وصل سعر البيع 160 من قبل المواطنين إذا تم بيع الدولار إلى الصيرفات أو التعاملات في الأسواق وإذا تم شراء سعر الدولار أصبح بـ 162 ألف دينار من قبل أصحاب الصيرفات بالتالي هذا الارتفاع أثر على السوق بشكل عام خاصة أسواق الجملة والأسواق المفرد أسواق التجزئة وبالتالي تم التحشيد لهذه التظاهرة التي سوف تنطلق يوم غد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا أمام البنك المركزي بالطبع هذه التظاهرة ليست فقط للفئات الجماهيرية هي من ستخرج بل هناك تجار دعموا هذه التظاهرة وأيضا هناك حركات سياسية ومنها ناشئة دعمت هذه التظاهرة بالتالي هذا التحشيد سوف يكون يوم غد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا أمام البنك المركزي نعم يعني جابر أسعار فرص الدولار تشهد منذ يوم أمس ما مدى انعكاز ذلك على حركة السوق عموما هل هناك قدرة شرائية من قبل المواطن هل أثرت على المواطن يعني هل ارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاع أسعار المواد الغذائية إيناس بدأ منذ فترة حقيقة بعد أن تجاوز الدولار عتبة المائة وخمسين ألف دينار وبدأ يرتفع وصولا إلى ما شهدناه في اليومين الماضيين بالتالي بالضبط تتأثر الحركة الشرائية والقدرة الشرائية للمواطنين وأيضا من قبل التجار باعتبار هناك مخاوف من قبل التجار من بيع المواد بهذه الأسعار ربما يرتفع دولار أو ربما يشهد انخفاضا أيضا من قبل المواطنين هناك مخاوف حقيقة بالتالي كل ذلك أثر على القدرة الشرائية للمواطنين لكن تعلمين هناك حملات أمنية انطلقت في اليومين الماضيين هذه الحملات سعت فيها الحكومة إلى خفض سعر صرف الدينار والسيطرة على المضاربين بالأسعار هذه الحركة الأمنية شاهدناها هنا في بغداد في وصف بيع دولار وحتى في المحافظات العراقية وأيضا موضوع تغيير محافظة البنك المركزي من قبل رئيس الوزراء محمد الشاعر السودان بالتالي انخفض الدولار من 168 واستقر إلى 62.64 ألف دينار للمئة دولار بالتالي الطموح الجماهيري هو بأن ينخفض ويعود إلى سابق عاده لا نقول 124 ألف دينار باعتبار أن ذلك أصبح من الماضي على الأقل أن يعود إلى سعره الذي شهدناه طيلة السنتين الماضيتين 148 ألف دينار بالتالي هناك من يسمع بأن الدولار خفض من 168 أو 166 إلى 161 هذا ليس من خفاض في السوق يعتبر هذا شيء تذبذب بالأسعار ولا سيطرة نهائية حتى الآن ننتظر الإجراءات الحكومية التالية والتي وعد بها رئيس الوزراء وحتى محافظة البنك المركزي الجديد بأن يتم السيطرة على أسعار السرق في السوق العراقي نعم جابر جمال مراسل هنا من بغداد كنت معي شكرا جزيلا لك